المجلس الأعلى المجلس الأعلى المجلس الأخلاق التي سعى نبينا الكريم لتعليمها أمته ولفت المجلس إلى أن النبي الأعظم شدد على أهمية الوحدة ولزوم الجماعة وحرص على تأكيد مشاعر الإخاء والتعاون في أمته تأكيدا منه أن في ذلك قوة وثباتا وعزة للمسلمين ورحب المجلس باجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرض مملكة البحرين في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون مشيدا بما بذله جلالة الملك المفدة من دور محوري في إنجاحها منوها في الوقت نفسه بما خرجت به القمة من قرارات مهمة تؤكد وحدة الصف الخليجي وفي سياق متصل رحب المجلس بالزيارة التاريخية الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى بلده الثاني مملكة البحرين ضيفا عزيزا في بلده وبين أهله وإخوانه في البحرين الذين تجمعهم مع أشقائهم في المملكة الشقيقة وشائج القربة والأخوة والمحبة والمصير المشترك إلى ذلك وبمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله أكد المجلس أن حب الوطن أمر فطري ندب إليه الإسلام وحث عليه معربا عن تمنياته لمملكة البحرين دوام الاستقرار والنماء والرخاء ولشعبها مزيدا من التقدم والرفاه وبمناسبة يوم الشهيد استذكر المجلس بخالص التقدير والامتنان دور شهداء البحرين وتضحياتهم الوطنية الكبيرة في سبيل أمن البلاد ورخائها واستقرارها ونمائها مؤكدا بأن الاحتفاء بالشهداء مناسبة عزيزة ترسخ قيم التضحية والوفاء بعد ذلك انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها بالاستماع إلى تقريرين من لجنة إبداء الرأي الشرعي بشأن طلبين من مجلس النواب الأول لمعرفة رأي المجلس الأعلى حول توصيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات والثاني لمعرفة رأي المجلس بشأن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل وقرر المجلس إرسال الرأي الشرعي بشأنهما إلى مجلس النواب كما بحث المجلس تقرير لجنة الجمعيات والمؤسسات الإسلامية بشأن طلب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معرفة رأي المجلس حول تأسيس إحدى المؤسسات الإسلامية الجديدة وقرر المجلس إرسال رأي المجلس إلى الجهة المعنية